المرجع السيد علي السستاني صحيح؟ الله يحفظه له جد هو سيد علي السستاني اسمه سيد علي اللي لم تخلني ذاكرة سيد علي ابن السيد محمد باقر ابن السيد علي السستاني اللي هو الجد كان عالما من العلماء في النجف الأشراف وفي مشهد المقدسة وهذه الحادثة التي أنقلها لكم وقعت له في مشهد المقدسة حاصلها هذه أن الرجل كان يتوق للقاء المولى صاحب الأمر صلوات الله عليه فأخذ على نفسه أن يجتهد في إحياء العبادة والاعتكاف في المساجد لمدة أربعين ليلة يعني من أول المغرب إلى الصباح إما كان في الليلة الأخيرة يعني صبيحة الليلة الأخيرة الليلة الأربعين أو قبلها بليلة ليلتين ثلاث وقعت له هذه الحادثة وهي أنه كان خارجاً من المسجد في صبيحة تلك الليلة بعدما قضى الليلة كله في العبادة وبينما كان يسير في إحدى تلك السكك هو يقول شعرت بجاذبية هائلة تجاه مكان ما كنت أشعر بأن شيئاً ما يجذبني يعني كأن شخصاً أخذ بناصيتي يوجهني إلى مكان معين هو مدر به هناك بس ما أدري ليش رحت بهذا الطريق يقول بالفعل رحت إلى أماكن هكذا بلا شعور مني يعني كأن شيئاً ما يقودني وإذا هناك دار متواضعة جداً فجأة فتح باب تلك الدار وخرج رجل كانت عليه سماء الصالحين ناداني بإسمي قال يا فلان ابن فلان يا سيد علي مثلاً ابن سيد محمد الرضا تعال فأنا ذهبت إلي قال لي أدخل دخلت يقول دخلت الدار وجدت في هذه الحجرة الأولى اللي تستقبل يعني حجرة الاستقبال هو بيت متواضع من بيوت مشهد المقدسة وجدت جنازة وإذا امرأة قد ماتت للتو وعلى الجنازة وضعوا يعني ثوباً أي غطوها به يقول أنا شوية أصابني شيء من الارتباك يعني أنه هذا ربما ناداني لشأن هذه الجنازة يريد خدمة ما بسبب هذه الجنازة خدمة دينية فقال لي لا أشار إلى حجرة في باطن الدار وقال لي أدخل مولاك هناك صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم أمام في تلك الدار شاهد الحادثة أو القصة أين يقول قال لي مولاي صلى الله عليه هذه الكلمة قال لي يا سيد علي ما كنت تحتاج لأن تبذل هذا كله الذي تبذله حتى تلتقي بنا مضمون كلام الإمام عليه السلام أنه أربعين ليلة نتحييها في المساجد وتتعبد لو كنت تفعل وكنتم تفعلون كما فعلت هذه المؤمنة لكنتم تلتقون بي على الدوام وإذا توفي أحدكم لحضرت في جنازته كما حضرت الآن لهذه المرأة المؤمنة فالسيد علي السستاني الجد سأل الإمام عليه السلام وما شأن هذه المرأة المؤمنة ماذا فعلت حتى تنال هذا المقام تدري شنو كانت هذا كان زمان البهلوي الأول لعنه الله الشاه رضا خان بهلوي هذا كان رجلا تغريبيا يريد أن يغرب إيران يعني يجعلها على النمط الغربي هو متزامن هم كان مع أتا ترك أتا ترك وبهلوي كلاهما أرادا مسخة الهوية الدينية للشعبين الإيراني والتركي فمثل ما أتا ترك كان يحارب الحجاب ويحارب المظاهر الدينية نفس الشيء فعل رضا خان بهلوي قانون كان بصدر قانون أنه ممنوع الحجاب كانوا ينزعون حجاب الفتيات والنساء بالقوة في الشوارع من قبل الأمن يقول هذه حدثت نفسها أنه أنا إذا أخرج من الدار ليس فقط ربما ينتهك عرضي بهذه الطريقة وينزع حجابي ويعني أنكشف أمام الرجال وهذه معصية أنا بعد ذلك ماذا أقول لصاحب الأمر عليه السلام أنا سأؤذي قلبه لأن الإمام يعتبر نساء الشيعة رعيته كلهم أعراضه ما يقبل هو أبو الغيرة ما يقبل أنه المرأة المؤمنة الشيعية تخرج من الدار سافرة تتكشف فويلا لهؤلاء التي يزعمن أنهن شيعيات وهكذا يؤذين قلب الإمام صلوات الله عليه فهذه حدثت نفسها بهذه الطريقة فقالت إذن أنا لن أخرج من الدار أبدا وليقع الذي يقع وبالفعل ما خرجت من دارها قط سبع سنين سبع سنين في الدار ما رأت الشارع كان يصير عندها نقص في الغذاء كان يصير عندها مرض ما تقدر تروح تعالج كانت تصير عندها حاجيات كثيرة تحتاج ما تقدر تشوف أهلها مثلا كانت تصير لها مشاكل ولكنها صممت فكانت حبيسة الدار مكافأة لها أنا كنت أزورها باستمرار شنو تريد أحسن من هذا الشكل واليوم توفيت صبيحة هذا اليوم توفيت فهأنا ذا تراني حاضرا عندها في جنازتها أترحم عليها وأدعو لها نحن شكرا للمشاهدة